أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى لشبابي ورياضة عن تقديره لحصول الشيخ حصة بنت خالد آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد البحريني لكرة القدم على دبلوم الإنجاز من اللجنة الأولمبية الدولية لعام 2020 وذلك بعد مشاركتها في جائزة المرأة والرياضة لعام 2020 وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن حصول الشيخ حصة بنت خالد آل خليفة على دبلوم الإنجاز من اللجنة الأولمبية الدولية يمثل الدعم والاهتمام والمكانة المتميزة التي تحظى بها المرأة البحرينية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأوضح سموه أن المرأة البحرينية ضربت أروع الأمثلة بتحقيقها العديد من الإنجازات الخارجية بفضل هذا الدعم والذي أوصل القيادات الوطنية إلى العديد من المناصب ونيل العديد من الجوائز العالمية وقال سموه أن حصول الشيخ حصة بن خالد آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد البحريني لكرة القدم على دبلوم الإنجاز من اللجنة الأولمبية الدولية لعام 2020 جاء ليؤكد مكانة المرأة البحرينية خارجياً وهو الأمر الذي يثبت مدى كفاءتها وضف سموه أن المملكة تفخر بوجود نخبة من الشخصيات النسوية التي لها إسهاماتها الكثيرة وبصماتها الواضحة في عملية التنمية التي تشهدها المملكة وأن الشيخ حصة بن خالد آل خليفة واحدة من الشخصيات الرياضية النسائية التي ساهمت ببروز لعبة كرة القدم النسائية في المملكة حتى ساهمت بوصولها إلى المشاركات الخارجية وتحقيق نتائج إيجابية ومميزة إضافة إلى تقلدها عضوية الاتحادات العربية والآسيوية وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد كل التوفيق والنجاح للشيخ حصة بن خالد آل خليفة مقدماً لها التهاني والتبركات بمناسبة الحصول على دبلوم الإنجاز من اللجنة الأولمبيات الدولية